قبيل أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة حذر معهد منتدى الشرق الأوسط الأمريكي من التحولات في إدارة ترامب وعلى رأسها المضي في خطوة الانسحاب من العراق والتي ستكون بمثابة تقديمه هدية لإيران والصين واعتبر المعهد في تقرير له أنه في حال كان ترامب يسعى إلى تعزيز تفوقه الاستراتيجي فأنه يتحتم عليه التعلم من دروس انسحابات الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن حين قامت الفصائل المدعومة من إيران وتنظيم داعش بملل الفراغ الناتج عن ذلك وهما استدعى عودة القوات الأمريكية بينما كانت الخسائر البرشيرية الناتجة عن صعود داعش كبيرة جدا وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه قبل الخروج من العراق يتحتم على ترامب ومستشاريها يستوعب ما هي تكلفة التنازل عن الأراضي الاستراتيجية مضيفا أنه يتحتم على الولايات المتحدة البقاء في العراق ولفت التقرير إلى أهمية أن لدى الولايات المتحدة قوات متمركزة في العراق بتكلفة منخفضة ومع عدد قليل من الضحايا مضيفا أنه على إدارة ترامب الجديدة أن تتساءل عما ستربحه الولايات المتحدة من خلال الانسحاب كما أنه بإمكانها تجنب إثارة خلق فراغ تستفيد منه الصين وروسيا وإيران مضيفا أن استمرار التواجد الأمريكي يوفر قدرة على تحقيق نتائج استراتيجية وتشغيلية بما يسهم في تعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة فضلا عن التعاون الاقتصادي مع العراق الذي يرسخ الأساس لتحالف دائم مع العراق المائل نحو الغرب في قلب الشرق الأوسط وخلص التقرير إلى تساؤلات عما إذا كان ترامب يريد إعادة الجنود الأمريكين إلى الوطن أم أنه سيعمل على تقوية إيران والصين على حساب أمريكا اشتركوا في القناة